تلقى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى الخليفة عهل البلاد المفدح حفظه الله ورعاه اتصالا هاتفيا من معالي سيد ريكس تيلرسون وزير الخارجية بالولايات المتحدة الأمريكية وخلال الاتصال كدى جلالة العهل المفدح حفظه الله ورعاه على عمق لعلاقات تاريخية الوثيقة بين البلدين الصديقين والتي يتطلع جلالته إلى تطويرها وتعزيزها في المجالات كافة لما فيه خير ومصلحة البلدين وبما يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة معربا جلالته عن تمنياته للعلاقات بين البلدين الصديقين المزيد من التطور والنماء مشيدا بسياسة فخمة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في تطوير هذه العلاقات مع البحرين ودول المنطقة متمنيا جلالته للولايات المتحدة الأمريكية وشعبها الصديق دوام الرقي والازدهار من جانبه فقد عبر مع الوزير الخارجية الأمريكية خلال الاتصال عن بالغ شكره وتقديره لجلالة الملك المفدى يده الله على الخدمات التي تقديمها مملكة البحرين للأسطول الخامس لتسهيل مهام الأسطول في المساهمة لحفظ الأمن والاستقرار في المنطقة مؤكدا على أن البحرين تلعب دورا أساسيا ومحوريا في المحافظة على الأمن والاستقرار في المنطقة هذا وأشهد معاليه بالتطور والانفتاح السياسي في البحرين والذي حقق لها المزيد من الرقي والتقدم والازدهار في كافة المجالات معربا عن تطلعه لمزيد من العمل المشترك بين الولايات المتحدة الأمريكية ومملكة البحرين على مختلف الأصعدة خاصة فيما يتعلق منها بالأمن والاستقرار وجهود مكافحة الإرهاب متمنيا لجلالته منفر الصحة والسعادة ولمملكة البحرين وشعبها المزيد من الإطراد والتقدم والرخاء موسيقى